اليوم بدنا نحكي على ساعة الغارمن فينكس 8 يلي هي السافاير عم نحكي على 51 مليمتر هنتعرف على كل التفاصيل اكيد بها الساعة المحاسن والمساوئ تعول هايدي الساعة ابما نبلش هيدا رقم التحديث لساعة الغارمن فينكس 8 مشان تعرفوا انه هيدا التحديث عملت عليها هذول فيديو لانه في تحديثات كتير بتنزل على ساعة الغارمن فاي اختلاف يمكن يتغير امور كتير بالساعة طبعا انت بتعرفوا ان عنا نحن ثلاث احجام عنا 51 مليمتر اللي هي اكبر نوع وعنا 47 مليمتر وعنا 43 مليمتر وكل ساعة من هدول عندك نوعين عندك ساعة الاموليد وعندك الام اي بي طب كيف بختار واحدة من هدول اذا انا شاب ولا بنت اذا انت شاب بختار لك 47 مليمتر وفوق 47 و 51 هول ممتازين جدا للشباب للبنات هي 43 مليمتر ممتاز جدا وحجمه كتير حلو على ايد خاصة للبنات طبعا الساعة اللي عاملها مراجعة هي 51 مليمتر هي دي مثل ما كن شايفينها على ايدي يعني حجم الساعة مننه صغير ابدا مثل ما كن شايفين بس عبر جايقونيها هيك بشكل كامل مشان تشوف الموضوع فساعة 51 مليمتر هي ساعة مننه صغيرة تذكر هيدا الموضوع فاذا انت من الاشخاص اللي بيحب الساعة كتير كبيرة على ايد اكيد 51 هي الخيار لانسب لك اما اذا اشخاص ما بيحبوا الساعة الكبيرة على ايد فبابا نصحك بالـ 51 لأنه كتير كبير الساعة طيب شو سعر الساعة؟ سعر الساعة صراحة 1200 دولار لأنه هايدي تعتبر أغلى النوع بـ Phoenix طبعا في عندك المارك أكيد هني أغلى من هيك وفي عندك الـ MK يلي هني مخصين للسباحة والغطس والآخرة ولكن يعني من الساعات تعتبر الغالية المقبولة بالنسبة لـ Garmin وطبعا عن ساعة الفينكس E أنا شخصيا ما بنصح فيها يعني فيك تروح على الـ Apex 2 Pro كمان ممتاز جدا أحسن لك ما تروح على الفينكس بالنسبة للـ Software هلأ نحكي عنه ما حتشوف مفاجآت كتير كبيرة بالـ Software بسما ما رفلش العالم ضخمه هيدا الموضوع أبشوف الـ Software عادي جدا الـ Apex نفس الفكرة يمكن يعدلوا فيه أمور معينة نتمنى هيدا الشي طيب هاي الساعة لمن مخصصها؟ هيدا الساعة يا شباب مخصصة للأشخاص الرياضيين المغامرين الغواصين الأشخاص اللي بيهمهم يعرفوا مستوى الرياضة عندهم فيها نظام GPS متقدم جدا وساعة مخصصة للظروف الصعبة بسبب نوعية الخامات الموجودة بهذه الساعة طيب نبلش هو الشديد بهذه الساعة الفينكس 8 هنبلش بأول شغلة شكل الساعة للزرار كلها مغيرة الساعة بالنسبة لساعات الفينكس بس هيدا خدوا فكرة بشان تعرفوا بس كشكل بين ساعة الـ Apex Pro هيدا 2 Pro طبعا هي آخر واحدة نزلت و بعد منها ما حينزل أي ساعة وعندك الـ Ultra 2 كمان ساعة ممتازة جدا وعندك ساعة يلي هي الفينكس 8 يلي هي الـ 51 مليمتر مثل ما حكينا عنها بس هكذا لتأخذوا بالشكل العام الفرق بين هؤلاء الساعات بالنسبة للحجم أكيد الساعة شاشتها لمس ما عندك مشكلة فيك تلغي هيدا الموضوع فيك تستعمل الزرار وتقول أنا ما بدي لمس بالساعة وفيك تقول له مثلا بالرياضة بدي استعمل اللمس أو بالرياضة ما بدي استعمل لمس بدي استعمل الزرار فأنا بنصح بنصح لكل شخص بيستعمل الساعة بالماء بنصحك أنه تخليها متل ما هي لأنه هي بتجي باي ديفولت الشاشة بتكون ملغية بهوقات الرياضة هلأ الموضوع للزرار هو الشي الجديد بهدول الساعات للزرار هون يا شباب يا صبايا شوية غير عن الأبكس غير عن الفينكس 7 غير عن الساعات العادية الاعتيادية اللي معود عليها يلي مجرب الـ MK يلي هي ساعات الغطس بيعرف هيدا الساعة شو لأنه طريقتها نفس طريقة الـ MK صراحة أنا جربتهم الـ MK مع شخص بعرفه يعني يعني نفس الحركة نفس الأسلوب نفس الطريقة لازم تعرفوا شغلة كتير ههمة أنه في كتير ساعات مع الوقت للزرار بتخرب فيها فهي شو عملت غارمين عملت نظام بخاص فيها فالساعة ما فيها سقب بالجسم حتى تمرر الضغط وهيدا الشي بيلغي احتمالية تسريب أي نوع من المي أو الغبار من خلال هيدا النقاط فبتساعد على محافظة على مقاومة المي حتى بأعماق الغوص الكبير يعني وطبعا الحلو بالساعات بس تكبس البطن تعولها بتحس بيهزة خفيفة فيه ناس ما معوديين على هذول الزرار مع الوقت التعود عليهم أنا شفتهم مريحين صراحة ما وجهت فيهم أي مشاكل حتى لما نقلت من الأبكس لهون أو نقلت من 965 لهذه الساعة فنقلت كتير بساعات غارمين شفتهم صراحة هذول مريحين كتير كاستعمال خلوا نحكي على موضوع الغطس بالساعة بس بدي وضح نقطع ليش ساعات الغطس هن دائما غالين وهيدا الشي لازم تحفظه بموضوع ساعات الغطس أول شي مقاومة المي العالية وبتحمل ضغط المي وضمان أكيد عدم تسريب أي نوع من المي والهوى داخل الساعة فهيدي المواد خاصة لهيك بيئات صعبة فهول يعني أنا بعتبرها هيدي رقام واحد الثاني شغلة هي شهادة معتمدة أو خاصة للساعات لضمان هيدا الموضوع اللي هو الغوص بهيدي الساعة ثالث شغلة هي النظام للساعات يلي مخصصين بموضوع الغطس فساعات الغطس مثل مثلا فيه مستجارات العمق مستويات الغازات بيانات الغوص تفاصيل معينة للأشخاص اللي بيغوصوا وتذكروا وأكيد شغلة كتير مهمة هيدي الساعة أنت عب تعتمد عليها بحياتك طبعا كل شي راجع لرب العالمين ولكن هيدي الساعة للأشخاص اللي بيغوصوا يمكن يعرفوا مستويات معينة من البيانات المعينة مشان هيك يا أما بيرطر أنه يطلع لفوق لسطح الماء أو أنه فيه يكمل غطس لمسافات أعمى فهؤل الساعات دائما أنا بنصح للأشخاص اللي مجاربين للغطس دائما بنصح أنك تحط ساعتين وهيدي الشيء أو بيكون معك مدرب معه هذه الساعة معينة لحتى تعرف هيت الموضوع والحلو بجارمن أن فيك توصل عليها كتير تفاصيل الأشخاص اللي بيحبوا الغطس من القطع أو سنسر اللي بتحطهم بالتانك تعولك مشان تتنفس عندك مواضيع لكتير أمور كبيرة مثل هارت ريت سنسر تفاصيل معينة بالغطس العمق يعني أمور كتير معقدة وكبيرة فيك تستعملها بجارمن عندها إيكو سيستم كتير كبير واللي بيفوت فيه بديدفع مصاري كبيرة كتير بهيدا المواضيع وتذكروا ساعة غارمن عندها تطبيق اسمه غارمن دايف فالأشخاص اللي بيحبوا الغطس فيه تطبيق مخصص لهيدا الموضوع كل شيء معلومات تفصلها بهيدا الموضوع مشان تعرف حالك شو عملت أخدت صور بتحطي لك الصور يعني مخصصها بس للغطس للأشخاص بيحبوا هيدا الهواية طيب نجي على ثالث شغلي اللي هي موضوع السماعة الخارجية بالساعة سراعة صفر مكعب انا بقلكن اذا انت بتشري هيدا الساعة كرمال موضوع السبيكر يلي بقلك انا جربته وصوته منيحة اقول له معلش انا بسأل باستاذ سامر سامر بيعرف خيي انا عبقلك هيدا الساعة كسبيكر صفر مكعب بعطيه خيي ما شيء بعطيه ثلاثة على العشرة ثلاثة على العشرة عبريحك مشان ما تقلي انه انه انت والله كتير زلمت لها الساعة ما زلمت ابدا طيب خلنا نجرب الاتصال من الساعة بتروحه لهون ومننزل لتحت وعنا الفون طبعا هيدا الساود كتير صوت ضعيف شايفين عبطي ولا كاني عبطي شايفين عبطي في شيء غريب بصراحه يعني انا بستغرب كيف جارمن حط هالنوعية من السبيكر بهيك ساعة حقه 1200 دولار انه شو عم تحكوا انتو يعني لازم الواحد يحكي بهذه الطريقة مع شركة ما بعرف يعني كيف نحكي معكم ونقلكم ساعة بشترية ب 1200 دولار بعدين السبيكر هيك حطوا معب يسمع بالسيارة عب بحكيكم بالسيارة ومسكر شبابيك ومعب يسمع يعني عب بمشي بالسيارة تخيلوا انتو لوين المشكلة والشخص الثاني اللي عب بحكي معه كمان قال لي صوتك كتير مزعج ما عب بنسمع مثل العالم هلا اذا انت قاعد بغرفة مسكر حرك الباب مسكر شبابيك يعني رواء عندك المنطقة بقلك فيك تحكي وتاخد وتعطي مع الشخص شكرا لقلكم انكم اللي عملتونا هيدا الموضوع انه حاطين السماعة هيك بطريقتها يعني انت حاط ساعة هيك هيك هي السماعة بوشي هلا شايفها فانا فين اعمل هيك باقي الساعات مثلا لازم تعملها هيك او تعملها هيك هيدا الشي ممكن المكان المميز اللي حاطته غارمين هلا ما بعرف اذا موضوع صوفتوور ابديتو انا اشك بهيدا الموضوع صراحة اكيد موضوع هاردوير مفروض كانت تحط يعني او جربوا هيدا الموضوع يعني غارمين انتو عندكن ستاندرد معين ما بس يتنزلوا عنه طيب بالنسبة الاتصال اذا اجاني اتصال مثلا واتس اوب او شي شو بيعرض لي مثل ما كون شايفين بيعرض لك انكامين كول بترجي الساعة مرة واحدة بس هلا طبعا بس ليجيك الاتصال وتقول له انسر ما معناته انسر من الساعة للأسف هيدا الموضوع او من الموضوع ديارة تكون من الساعة تعمل الانسر ولكن فيك تعمل انسر وبيزار على التليفون اللي انت بوصو عليه او اذا حاطت سماعات فيك تعمل انسر وهيدا الشي ممتاز هلا الحلو بالنسبة للنوتيفكيشن اذا بتنزلي لك من فوق لتحت بيطلع لك كل النوتيفكيشن عندك فيك تضغط عليها وبيطلعوا بهذه الطريقة واذا اجاك جروب من الاشخاص عندك جروب مثلا بيطلعوا كل ياتهم بقطعة واحدة ببضي واحد يعني ما بتضغطوا بتشوف متل ساعات تانية متل هواوي مثلا لا بدك تختار كلمة كلمة تفوت عليها ترجع الوراء وترجع تفوت على الجروب التاني على الشخص التاني اللي بعتلك اما لا هون بيطلعوا لك كله ومع بعض ومتل ما كون شايفين بيعرض لي كل التفاصيل بالنسبة للغة العربية ممتاز جدا بالنسبة للتفاصيل كمان حتى الاموجي كمان بيعرض لكها وعندك اوبشن هون كتير حلوة بالساعية اللي هي ريبلاي تسام مثلا فانتنا بتعمل ريبلاي فبتقول مثلا انا فينا اغير هدول اللي هن ردود السريعة فينا اغيرهم مثل ما كون شايفين ان شاء الله اوكي ياس نو انا مغيرهم طبعا فيك انت تغيرهم من التطبيق نفسه والحلو بالساعه انه فيك تعملها مارك ازاريد هاي شو بصير هون يعني انت كأنك اريتا وبتظهر لعندي الشخص انه دابل تشيك باللون الازرق هيدا الشي حلو ومنها موجودة بكتير ساعات الرابع شغلة هو نظام الساعه الساعه متل ما كون شايفين نظامه متل الساعات الابل متل ابكس متل اي ساعات تاني ولكن فيه تعديلات هيك تويكس حلوة بالساعه بتورجيك امور معينة وخاصا بموضوع الرياضة والابليكيشن بتفتح الابليكيشن بالرياضة بتشوف هيك انه هيدول الحال وهدول الحال بتحس حالك انه كل شي لحال هنيك لا بتشوف الابليكيشن والتطبيقات مع كل مليون شغلة وبتضيعك وبتوهك مفروض يعني يعملوها بكل واحدة بخانة ما بعرف ليش ما عاملين هيدا الموضوع عاملك الاكتيفيتي فوق وتحت انه مفروض يكون عندك الهنة الاتصال والاخري بالنسبة لوضوح الشاشة اكيد واضحة الشاشة تحت اشعة الشمس بما عندك مشكلة ولكن كنا بنتمنى يعطوه هيك شوي بوست شوي اعلى يعني هيدا الموضوع الصراحة بغارمن حسيت انه فيه امور لازم تتغير بالساعة مثل البروسيسر لازم يتغير عدة امور بالساعة ولكن ما غيره طبعا بالنسبة للخرايط يعني شو بدي لكم ممتازة جدا بالنسبة لخرايط غارمن اللي ما بيعرف خرايط غارمن رائعة جدا بس نحن الهلق بنفس المشكلة انه البطء بالساعة يعني متل ما كون شايفين مفروض انا اسرع من هيك يعني في كتير ساعات اسرع من هيك البروسيسر التعوله بالنسبة لهيدا الموضوع ما بعرف ليش هني ناطرين يغيروا هالبروسيسر يلي هو بحسوا انا من البروسيسر السيئة بكل ساعات غارمن تذكروا انه هايدي الماب منا متل الماب لأوفلاين لأوفلاين اسرع بتكون فيك تتجاه المكان اللي بدك اياه فيك تعمل نافيجيت اوكي متل ما كون شايفين اكسبلور نير مي بس نشوفي حواليه من المعلومات سيتيز بايك شوب اي شي بدك اياه فيك تختار اللي بدك اياه من هالتفاصيل هايدي فيك تعمل زوم ان زوم اوت فيك تغير بين الاصص كلياته الماب بلايرز تعولك كيف الموضوع الماب سيتينج فيك تعمل داونلود للماب لأي بلد بدك اياه بس انا بفضل تعملها داونلود عن طريق تطبيق اللي هو موجود على الكمبيتر اتوصلها بالكمبيتر للساعة وتعملها داونلود لانه كتير بطول اصلا من الكمبيتر فان بالك من الساعة افضل ما انتجت الساعة هو موضوع الفلاش لايت ممتاز جدا يا شباب والله العظيم هيدا الموضوع ما بيستغني عنه ابدا وفيك تقوي مثلا ابيض او فيك تعمل احمر فيك تغير اللي بدك اياه من الساعة ممتاز جدا ورائع رائع رائع يعني هيدا الشي اللي انا ما بيستغني عنه من ساعة كارمين وطبعا عندك معلومات كتير بالساعة بالنسبة البودي باتري عندك معلومات عن البودي باتري تعولك اللي هي ممتازة جدا عندك موضوع الانتنسيتي منت كمان هيدا انه شو غطيت انت خلال هيدا الاسبوع لازم تغطي رقم معين شوف عطيتني بلس ايت يعني مغطي زيادة عن المعدل الطبيعي الوذر فيها الساعة ممتاز جدا ومتل ما كن شايفين معلومات حلوة كتير وكل شي تفاصيل بدك موجودة وبسطعة هون توجيك وتعطيك الكلاود كفر وتعطيك الكلاود كفر ما بتشتغل هون بدول معين بتشتغل واي ساعة بتغيب الشمس واي ساعة بتطلع الشمس ومعلومات عن طريقته وين موجودة حاليا الشمس ومعلومات عن الشمس والتفاصيل كلية فهذا الاشخاص اللي بهموا هيدا الموضوع وطبعا عندك اللي هو المكة فايندر كمان هيدا ممتازة اذا حبيت تعرف قوات الصلاة كمان موجودة بالساعة بتحب تنزلها من الايكيو ستور عند جارمن وعندك بالنسبة للهيلث كمان بترجيك السكور تعول السليبينج ترجيك كمان السليب كوتش كمان للاشخاص يلي بيهتموا انا مثلا هون عندي بحاجة لعشرين ديئة زيادة عن العادة وبالنسبة للناب كمان الساعة بتعرض لك معلومات حلوة كتير يعني بتقلك اي ساعة انا مت و اي ساعة اتو دقيقة جدا جدا بصراحة وفيك انت تقل لأنا اي وان تستارت ناب يعني هيدا الشي كمان موجود بكتير ساعات كمان حلوة الفكرة وعندك الهيلث اكيد بالساعة موجود يعني بالنسبة للصحة والمعلومات والتفاصيل قد ما بدك في امور معينة موجودة بالساعة وعندك التريننج اكيد بترجيك كل شيء معلومات عن التريننج كل شيء حتى من نسبة الارتفاعات قدش انا قوي من الارتفاعات السكور تعولي طبعا عبي طلع شوي شوي السكور عبي طلع وبنزل ما بعرف ليش هيك عبدان معنا عبي لعب الرياضة ولكن في فترة وقفتها كرمال هيك نزل وعندك شيء اسمه التريننج ستادوس كمان بتورجيك معلومات انكريزنج تل في او تو ماكس الهاتش ار في عندك بالانس الاكيوت لووت هاي كتير مرتفع لعب الرياضة كتير لاني جربتها بالبايكينج وجربتها بالرننج مع بعض بنفس اليوم والفي او تو ماكس اكيد واللوت فوكس كمان بتورجيك انت شو مغطي لازم هدول الارتفاعات تطلع بها الطريقة هايدي يعني معلومات قد ما بدك في معلومات بالساعة ممتاز جدا بهذا الموضوع وطبعا عندك الفويس كماند فلاش لايت وطبعا عندك بالساعة شي اسمه اللي هو الفويس نوت اذا حبيت تضيف فويس نوت معينة السلام عليكم ورحمة الله انا اسمي سامر الغبرة عندي قناة اسمه بس كولد بتمنى تدعموني باللايك والسبسكرايب واذا عندكم اي كومنت تقوليها تحت كمان هينواقف نعمل بلاي كتير صوت واطي شايفين معلومات الصوت الاخير صوت واطي واطي جدا 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 بالساعة عندك غارمن غولف موجود كمان اذا حبيت تستعمله على هايدي الساعة فيك تعمل ستارت وتبلش وعندك معلومات كتير على الموضوع فيك تنزل داونلود للكورسز كله موجود كل شي بتشوف بالنسبة لموضوع الغولف اللي بهمه هيدا الموضوع وللاشخاص اللي بيحبوا الدراجة الهوائية اكيد عندك اللي هو الرادار اللي هو ضو مع رادار بتورجيك اذا في سيارات وراك فممتاز جدا هيدا الجهاز ما بيستغنى عنه اي شخص بركب دراجة هوائية ممتاز ورائع جدا وعندك الكمبيوتر يلي هو وطبعا الحلو انه فيك تقلا للساعة اعمليلي اكستند من هون شوف هون ورجينيا هون فبتعمل اكستند للديسبلي تعولك على الكمبيوتر تعولك او الاتج وطبعا لننسى اكيد حزام غارمن اللي هو الرم برو في منه الابيض وفي منه هيدا طبعا الاتنين ممتازين والادامة ممتازين لانه هدول بيقروا كهربة الالب فما بيقروا عن طريق البيجي اللي هي اللي موجود ورا الساعات هون عم نحكي على الالب وتذكروا بليز ما تنسوا تحطوا نقطة مي من هون لما بتركبوه على الصدر التعولكم بالنسبة لموضوع الرياضة خلونا نحكي على رياضة المشي اوشي ونشوف الاقمار الصناعية بتخبركم اني تركت الساعة على نظام لما نقول اوتو سيلكت يعني هي بتختار نوعية الاقمار الصناعية فبتعمل نقل بين الملتيبان جي بي اس والجي بي اس العادي مثل ما شايفين بالصور عندي ابل ووتش اولترا باللون الزهر والفينيكس ايت باللون الازرق لاحظين انه الساعة طالع على البحر بينما ساعة ابل افضل وطبعا بسبب اختياري للأوتو سيلكت بالنسبة لموضوع الركض خلونا نشوف دقات القلب ممتازة عم بعطيها تسعة على عشرة مقارنة بحزام جارمن والمسافة المقطوعة كمان رائعة جدا وممتازة وبالنسبة الاقمار الصناعية مثل ما شايفين ممتازة لاني حطيت الملتيبان جي بي اس فاكيد افضل خيار اذا انت بدك دقة بالاقمار الصناعية تختار الملتيباند والساعة بتعرض السرعة وعلى سرعة وقديش ركدت ومشيت وكنت واقف بدون حركة ودقات القلب وتأثير التدريب والايروديناميك والركض والارتفاعات وحرق الدهون والحرارة واكيد الادرة على التحمل اثناء الركض اما الدراجة الهوائية فممتازة دقت القلب مع حزام جارمن رائعة جدا السرعة كمان بالدراجة الهوائية اعطيتني ارقام ممتازة جدا ومطابقة للحساس اللي موجودة على الدراجة الهوائية عندي لانه انا واصل حساس اسمه سبيد سنسر يلي هو مخصص بس ليعلك قديش السرعة تعيتك وهالتفاصيل هذي فممتاز جدا واكيد هو من شركة جارمن ومتل ما كون شايفين الجي بي اس ممتاز جدا صراحة انا مني عامل ملتيبان جي بي اس بس متل ما شايفين اخر شي في اغلاط بس لانه في مبنى كبير كتير عندي فاكرمان هيك الاقمار الصناعية ما بتعطينيها مزبوطة ولكن ان جنرال هيك اذا منطلع على الشكل العام لهيدي الخريطة فبتشوفوا انه ممتاز جدا ورائعة في شغلة بدي برجيكون اياها اللي هي الجديدة خلنا نروح مثلا هون على ران اوكي متل ما كون شايفين تحت عندك معلومات تانية موجودة عندك لترينيج نافيجيشن اذا بفوت على نافيجيشن عندي باكتو ستارت ريسنت الاخري اكسبور نير مي كرييت كورس فكرتها انه انا قل له مثلا شفلي انت بدي امشي انا خلي نقول خلي نقول اربعة كيلو شفلي انت وين فيني امشي اربعة كيلو اني داريكشن انت بحسبلي اياها فهو بحسبلك اياها اوتوماتيكلي وبيعملك اكتر من كورس وانت بتختار الكورس اللي بدك اياها هيدا الشي رائع جدا والحلو انه ملتزم معك بخمسة كيلو او باربعة كيلو ملتزم معك حتى لو طلع شي ببشك غيرت طريق فبرجع بيقلب لك الموضوع بطريقة تاني شايفين كيف عطاني طريق معين فين يروح عليه الى اخرى في عندك كورس تاني عبيعمل له كالكوليشن وهون كورس تالت الى اخرى وخلينا افترض عملت بلاي مثلا ران مثل ما كون شايفين طبعا في عندي هلا شغلة حلوة انه انا فين اعمل انلوك للسكرين مشان استعملها للسكرين هيدا هو ستامنا اوكي متل ما كون شايفين هيك هيك وفين يروح لافتو رايت يعني شايفين كيف التحت هون بفوتني على هيدا فين اعمل تشينج لسبورت مثلا ازي حبي تغير من راننج روح على الووكينج فين اغيرها فين اعمل نافيجيشن يعني الاساس هيدا ممنى موجودة بالفرجن القديم بتاعول غارمن وطبعا مافي فرق ابدا بينه بين الابكس برو بينه بين 7 فينيكس مافي اي فرق بيناتهم صراحة بالنسبة للمعلومات اللي اعترضت لها مافيش جديد يعني والجديد غير الموضوع اللي حكينا عنا يلي هي موضوع السبيكر المساعد الشخصي النوت هالأساس هاي كلاتها التفاصيل بالسوفتوير هايدي التعديلات البسيطة هل بيحاجة انا اني انقل لساعة جديدة غير هاي صراحة لا الفينيكس 7 اللي عندك الابكس ممتازة جدا ال965 ممتازة مع العلم ان ال965 عليها جنريشن قديم بتاعول هارد ريت ولكن اذا عندك حزام كارمن ما عندك مشكلة بهذا الموضوع فانا بشوف هايدي الساعة سعره 1300 دولار كلفتني لوسطني لهون طبعا هايدي سافاير تايتينيوم كل شي فيها يعني فل الساعة ولكن هل بتستاهل هيدا الرقم صراحة لا يعني فيك تروح على الفينيكس فيك تروح على ساعة الفينيكس 7 فيك تروح على ال965 فيك تروح على الابكس ارخص منها ب300 400 احيانا 500 دولار هلأ حقق 550 دولار اللي هي ساعة ال965 شوف يعني انه تفاصيله نفس الارقام نفس الشي ما عطونا شي جديد غريب غير الصفتوير مزبوط الصفتوير تعدل بشكل حلو يتعدل بباقي الأجهزة ولكن ما فيه تعديلات جزرية بالنسبة لمواضيع مثلا خلنقول الصحة التفاصيل معينة جديدة ما فيه اي تعديل كله موجود بالساعات القديمة طيب هايدي هي حابة تشاركوا الموضوع شكرا كتير لكل شخص سمعني لا تنسوني باللايك سبسكرايب اذا عندكم اي كومنت كلية تحت تعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته